السؤال الثالث يقول هل القنوط ورد في السنة القنوط إذا كان المقصود به القنوط السري اللي بيعملوا الناس بعض في صلاة الفجر فقط بيعملوا بعد القراءة فالرجع الثانية بعد القراءة أول ما يخلص الإمام القراءة بعد ذلك يقوم شنو يسكت مسافة انت بتحتار قال شنوه ذاته زولة وبتحتار انت تسوه شنو يعني انت بتكون قائد في الصلاة واقف كده ما عارف تقول شنوه ذاته القنوط ده الصحيح انه بدعة ده بدعة كما جاء في الأثر عن أبي مالك الأشجعي أن ابنه سأله قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر قال أي بني محدث يعني بدعة ولذلك ذهب الأحناف إلى أن القنوط كل بدعة ما فصلوا قالوا كل بدعة طيب ويرى بعض المالكية القنوط في صلاة الفجر بيقولوا انه القنوط يكون في صلاة الفجر هذا رأيه بعض المالكية والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وقرره شيخ الإسلام بن تيمية ان القنوط يا أخواننا يكون عند النوازل فقط نوازل عن شنو؟ أصيبة كبيرة في البلد في جدب ما في مطر أو في مطر كثير كسر الزراعة أو في حرب أو في مجاعة في الحالة دي يكون القنوط لكن خلوا بالكم بشروط أربعة العلماء قالوا أولا يكون في جميع الصلوات ما في الفجر براو كل الصلوات اتنين يكون عند النازلة ما بكون في كل الأيام بس أيام الضيق والشدة تلاتة يكون جهرا ما سرا جهرا لمن بيدعو عديل جهرا والناس بيأمنوا وراو لكن مش يكون ساكد قال شنو يتما ما عارفه جهرا أربعة يكون بعد سمع الله لمن حمده يعني بعدما الإمام يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولكم الحمد في الرجعة الأخيرة في كل الصلوات في كل الصلوات تمام؟ بعض أهل العلم جعل له شرط خامس وده شرط أفضلية يكون بأمر الحاكم الإمام يعني مش الغنوط ده بتغنط بمزاجك صحيح كده بس إنته بتقول له ما هو يا ناس قال له غنوط وتغنط ما بمزاجك قال يكون بأمر الإمام والحاكم لأنه أحياناً قد يكون لإحداث فتنة أنت مثلاً في أمر معين أنت بتغنط به وبتدعو به يحدث فتنة بين الناس لكده يكون بأمر الحاكم قنوط التراويح من السنة قنوط التراويح من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث الحسن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فعلمه قنوط أن يدعو به في الوتر والسنة فيه يكون قبل الركوع وبعد الركوع لحظه يختلف من قنوط النوازل قنوط الوتر ممكن الإمام بعد القراءة يعني في الوتر الركع الأخيرة قرى قل هو الله واحد السنة قل هو الله واحد قراها بعد القراءة مباشرة يدعو ممكن ودل يرجح الشيخ الألباني قال وهذا الأرجح أو يكون بعد الركوع الركع رفع من الركوع يدعو وبعد ذاك يركع طيب هل الدعاء يقتصر على دعاء القنوط المعروف اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت الدعاء ده يقتصر عليه ولا يزيد الراجح إنه ممكن يقتصر عليه وممكن يزيد ممكن يقتصر عليه وممكن يزيد وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان